بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الحلقة الماضية كنا نتكلم عن نبي الله آدم عليه السلام الذي خلقه الله عز وجل أول البشر وأسجد له الملائكة وكان أول نبي في الأرض آدم عليه السلام توفه الله عز وجل وظل الناس على التوحيد لقرون طويلة لا يعبدون إلا الله عز وجل وأوصى آدم عليه السلام من بعده بوصيته لشيس ابنه ثم ظل الناس زمنا وقرونا وبعث الله عز وجل فيهم نبيا اسمه إدريس عليه السلام أما إدريس فهو نبي وليس برسول فلم يأتي بدين جديد فالناس لا زالوا يعبدون الله جل وعلا لكن جاء يذكرهم ويحثهم على الخيرات ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فإدريس عليه السلام نبي من أنبياء الله جل وعلا بل كان من أنشط من دعا إلى الله جل وعلا ما ترك أحدا في الأرض إلا وعلمه الخير وذكره بالمعروف ونهاه عن المنكر حتى وصل به الأمر إلى أن الله عز وجل أوحى إلى إدريس أي يا إدريس ما من يوم إلا ويكتب لك مثل عمل أهل الأرض كلهم كل الناس الذين كانوا موجودين ولكن لما؟ لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله فإدريس دعا كل الناس إلى الله عز وجل ونصحهم وذكرهم فكان كل من يعمل خيرا في ميزان إدريس عليه السلام فرح إدريس بهذا بل إنه دعا ربه أن يمد في عمره وفي يوم من الأيام رأى ملكا من الملائكة فإذا بإدريس عليه السلام يكلمه قال له إذا رأيت ملك الموت فاطلب منه أن يؤخر في عمري أن يمد في عمري وإدريس عليه السلام يعلم أن كل يوم في ميزان حسناته عمل أهل الأرض جميعا يا لهذا الفضل العظيم يا لهذا الخير الكبير هذا يشجع كل الناس على أن يعلم الناس الخير إدريس عليه السلام قال هذا للملك فقال له الملك ولما لا ترقى إلى السماء أحملك إلى السماء فتكلم ملك الموت وفعلا حمله الملك إلى السماء الدنيا ثم السماء الثانية ثم السماء الثالثة ثم السماء الرابعة فإذا بهم يجدون ملك الموت فسلم عليه الملك فقال له الملك قال إن إدريس عليه السلام يسلم عليك يا ملك الموت فرد عليه السلام فقال له ملك الموت وماذا يطلب قال إدريس يريد منك أن تمد في عمره أن تؤجل في عمره مد له في العمر قال ولما يريد هذا قال يريد هذا حتى يزداد في عمله فقال ملك الموت وأين إدريس الآن قال إدريس معي إدريس معي الآن وكان الملك في السماء الرابعة فقال ملك الموت سبحان الله قال ولما قال أمرني ربي أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة فقلت في نفسي وكيف هذا؟ إدريس في الأرض ويأمرني ربي أن أقبض روحه في السماء الرابعة الأمر غريب وأنا نازل وجدته قد صعد إلى السماء الرابعة فقال له الملك الذي حمل إدريس قال وكم بقي من عمر إدريس من أجله؟ قال لم يبق له طرفة عين فقبض الله عز وجل روحه عن طريق ملك الموت في السماء الرابعة وظل إدريس عليه السلام في السماء الرابعة حتى مر النبي إليه الصلاة والسلام في المعراج عليه فسلم عليه وقال أهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح إنه نبي من أنبياء الله عز وجل بعث وتوفي في السماء الرابعة وظل الناس يعيشون على توحيد ربهم جل وعلا ظل الناس على التوحيد زمنا فمن وفاة آدم عليه السلام ظل الناس عشرة قرون القرن ليس بالضرورة كقرننا مئة عام بل ربما ألف عام ظلوا سنوات طويلة على التوحيد حتى جاء اليوم الذي تحقق الشياطين فيه ما أرادت في الأرض كان هناك رجال صالحون في الأرض يعبدون الله عز وجل ود سواع يغوث يعوق نسر هؤلاء خمسة رجال صالحين كانوا يعبدون الله عز وجل وأحبهم قومهم فلما توفهم الله عز وجل توفى الخمسة الصالحين جاءت الشياطين إلى قومهم فقالت لهم لو أنكم صورتم لهم صورا اجعلوا لهم تماثيل يذكرونكم عبادة ربكم يشوقونكم لعبادة الله عز وجل اجعلوا لهم صورا تماثيل الهدف والنية في البداية كانت نية صالحة حتى يذكرونهم بعبادة الله عز وجل وفعلاً جعلوا هناك أصناماً وتماثيل لهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ومع الأيام ذهب جيل بعد آخر وجيل بعد آخر فإذا بالناس بدأوا يتوسلون بهم ثم بدأوا يتبركون بهذه الأصنام ثم بدأوا يعظمون هذه الصور حتى عبدوهم من دون الله عز وجل وأول من عبد من دون الله ود ولهذا كان الناس تسمي عبد ود فهذا ود كان رجلاً صالحاً لكنه عبد من دون الله عز وجل فأرسل الله عز وجل أول رسول إلى الأرض ليأتي بدين جديد من؟ إنه نوح عليه السلام الملأ كبار القوم الرؤساء الحكام الأغنياء الأثرياء وجهاء القوم أول من تصدى لنوح عليه السلام وكعادة الرسل أول من يتصدى لهم كبراء القوم الملأ الذين يملؤون الواجهة فجاءوا لنوح عليه السلام تعرفون ماذا قالوا لنوح؟ قالوا لنوح عليه السلام يا نوح إن الذي تدعون إليه ضلال مبين ليس أي ضلال بل ضلال مبين هل رد عليهم نوح عليه السلام؟ وانظروا إلى العجب الذي يدعو إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل صار هو في ضلال؟ وأنتم يا من تعبدون التماثيل والأصنام وتشركون بالله؟ أنتم العقلاء؟ وأنتم أهل العقل والفهم؟ أما الذي يدعو إلى عبادة الله في ضلال مبين؟ كيف رد عليهم نوح؟ لأنه نبي لأنه يعرف كيف يدعو إلى الله عز وجل ما سب ولا شتم بل قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون رد عليه الملأ مرة أخرى ماذا قالوا له؟ من آمن مع نوح؟ آمن مع نوح عليه السلام الفقراء المساكين الضعفاء لكنهم كانوا أعقل من الملأ آمنوا لنوح عليه السلام فرد الملأ على نوح عليه السلام قالوا يا نوح من هؤلاء الذين حولك يا نوح؟ أرادلنا أتعس الناس أفقر الناس الضعفاء هؤلاء الناس الذين لا يزوجون ولا ينكحون ولا نجلس معهم هؤلاء الذين آمنوا معك أما كبار القوم أما نحن الأغنياء أما نحن الأثرياء فإننا لا نؤمن بك يا نوح أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فرد عليه منوح عليه السلام انظروا إلى الحجة نحن لا نجبركم على ديننا لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله أنتم في جهل أنتم لا تفهمون هؤلاء الضعفاء المساكين الذين حولي هؤلاء الذين يصلون ويسجدون لله ولا يؤمنون بتماثيلكم ولا أصنامكم ولا معبوداتكم أريتم هؤلاء المساكين لو طردتهم فإن الله عز وجل سيعاقبني تذكروا افهموا اعقلوا إن هؤلاء الضعفاء لو طردتهم فإن الله عز وجل سيعاقبني من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ثم قال لهم بأنني لست ملكا ولا أعلم الغيب وما عندي خزائن السماوات والأرض أنا بشر مثلي مثلكم لكني أول رسول بعثني الله عز وجل إليكم لتعبدوا الله وحده لأني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم لبت نوح عليه السلام في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما تسعمائة وخمسون عاما يدعو إلى الله جل وعلا يأمرهم بعبادة الله عز وجل وحده وينهاهم عن عبادة الأصنام هل كان يدعو في الأسبوع مرة؟ هل كان يدعو في اليوم ساعة؟ أبدا تسعمائة وخمسون عاما كان يدعوهم إلى الله عز وجل صباحا ومساءا قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا مع هذا كله فلم يزدهم دعائي إلا فرارا كلما دعوتهم فروا مني بل كلما دعوتهم إلى الله عز وجل جعلوا أصابعهم في آذانهم تخيل إنسان تأتيه لتدعوه إلى الله عز وجل فيغلق أذنيه بأصبعيه بل أكثر من هذا كان يضعون الثياب على الوجوه حتى لا يروا نوحا عليه السلام كل أسلوب اتخذه نوح عليه السلام يدعوهم إلى الله جل وعلا ما ترك أسلوبا وإنما كلما دعوتهم لتغفر لهم الأصابع في الآدان الثياب على الوجوه الفرار والاستكبار والعناد انظروا إلى أسلوب نوح عليه السلام في الدعوة قال إذا عبدتم الله واستغفرتم ربكم جل وعلا يعطيكم خير الدنيا والآخرة إذا أردتم خير الدنيا والآخرة لما لا تعظمون ربكم الذي خلقكم كان عندهم ملك وهذا الملك كان ينهى الناس عن الاستماع إلى نوح عليه السلام بل كان يأمرهم بعبادة الأصنام كان هذا الملك عنده أموال عظيمة وعنده أولاد كثر وكان يأمرهم لعبادة غير الله عز وجل حردوا الناس على عبادة الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى نوح عليه السلام استمر في عبادته واستمر في دعوتهم إلى الله عز وجل وهم في عنادهم وإصرارهم واستكبارهم بل جاء لنوح عليه السلام بعد ألف سنة إلا خمسين عاما انظروا للوقاحة وأين العذاب الذي تزعمه مئة سنة؟ مئتين سنة؟ هددتنا بعذاب أمر علينا الآن ما يقارب ألف سنة ما رأينا شيء؟ أين عذاب الله الذي تزعمه يا نوح؟ إن كنت صادقا نريد أن نرى هذا العذاب ما يأس نوح عليه السلام بمئة سنة بمئتي سنة ألف سنة إلا خمسين عاما وهو لم يأس من قومه بل كانوا يستهزئون به رد عليه منوح عليه السلام بكل ثقة بكل جرأة لن تعجزوا الله عز وجل إن شاء الرب عز وجل أنزل عليكم عذابه يصيبكم هذا العذاب لن تعجزوه ولن تقاوموا عذاب الله عز وجل إذا نزل ومع هذا زوجته أقرب الناس إليه لم تؤمن به ابنه فلدى تكبده لم يؤمن به ما أمن بنوح عليه السلام إلا قلة قليل من قومه بعد ألف سنة إلا خمسين عاما ونوح عليه السلام يدعو قومه إلى الله جل وعلا لم يؤمن به حتى أقرب الناس إليه حتى زوجته ما آمنت به زوجة نوح أقرب الناس ما آمنت به ضرب الله فيها المثل حتى زوجة نبي ما آمنت به أحد أبنائه ما آمن به بل ما آمن به إلا القليلون أكثرهم ضعفاء ومساكين وأوحى الله عز وجل إلى نوح أن باب التوبة قد أقفل باب التوبة أغلق لن يؤمن أحد بعد اليوم حتى ولدك حتى أقرب الناس لن يؤمن لن يؤمن أحد في هذه اللحظة دعى نوح على قومه أن يهلكهم الله عز وجل هذه رحمة بهم لأن الله عز وجل لو تركهم لازدادوا إثما وكفرا وازداد عذابهم وإذا ولدوا لن يلدوا إلا الفاجر الكافر فلما دعى عليهم أوحى الله إليه أن يا نوح اصنع السفينة ابدأ بصنع سفينة في صحراء سفينة في صحراء قاحلة واصنع الفلك هذا أمر الله جل وعلا سيبدأ العذاب لكن أولا اصنع هذه السفينة في صحراء ولما السفينة أصلا من أين لي بالخشب صحراء حتى الأشجار لا توجد فيها لا أخشاب لا أشجار لا أمور أصنع بها هذه السفينة كيف أصنعها هذا أمر الله سيعلمك الله عز وجل كيف تصنعها أمر الله عز وجل لك يا نوح أن تصنع هذه السفينة فابدأ بصناعتها وإن كانت في صحراء أمر الله سترى ما الذي سيحدث يا نوح هل سيصنع نوح سفينة في صحراء بل كيف سيصنعها أصلا ولا توجد فيها أي أشجار من سيعلمه صناعة هذه السفينة وماذا سيفعل إذا صنع هذه السفينة هل تتوقعون أن قومه سيتركونه يصنع هذه السفينة هل سيدعه الناس وهو يصنع سفينة في صحراء الأمر غريب مستغرب على نبي من أنبياء الله بعد أن كان يدعوهم إلى الله ترك الدعوة لن يؤمن أحد وبدأ في صناعة السفينة ماذا سيقول قومه له وما موقف ابنه معه وماذا سيحصل لقوم نوح وكيف سينزل عليهم عذاب الله جل وعلا هذا كله سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة أستودعكم الله لا تنسون من صالح الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر